كل واحد فينا ممكن يختلف مع الشخص التاني ولكن لازم يكون عنده حاجة بسيطة جدا يحافظ عليها شعر بسيطة جدا يحافظ عليها مع الآخر ولازم يتذكر دايما انه ممكن يكون الشخص ده بينه عيش وملح بينه عشرة بينه ود ويكون فيه رجعة في يوم من الأيام حافظ دايما على الشعر دي ولكن فيه بعض الناس لما بيخصموا أو بيختلفوا بيفجروا وبينعدم ضمرهم بشكل كامل أحداث حلقة النهاردة غريبة وعجيبة وعملة كده زي طبق الكشري كله ملخبط في بعضه بعد أربع شهور من الجواز فقط بيروح العريس لإسم الشرطة وبيحرر محضر ضد عرصته وبيقول إن هي خلفت بعد أربع شهور من الدخلة وكتبت المولود بإسمه من غير ما يعرف أربع شهور إزاي عام؟ دي خلفته يعني ناقص رجلين وقدين ولا خلفت راس بس ولا إيه؟ ده حتى لو بعد أربع شهور المولود ده ينزل مسلوق يعني ما يلحقش يستوي على طول بيتم التحقيق والتحري حوالين الموضوع ده وبيتم استدعاء الزوجة وبيندوها وبيسألوها في التهم الموجهة إليها وفي مفتاح في الموضوع ده يمكن هو اللي قاد جهات التحقيق لفك لغز الموضوع ده وهو إن الراجل بيقول إنه أننا كنت مسافر وأثناء سفري دي خلفت بعد أربع شهور بس وراح تسجلت المولود في مكتب الصحة بإسمي طيب حاليا ما ينفعش أي مولود يتكتب في مكتب الصحة أو يتسجل علشان يطلع له شهادة ميلاد من غير حضور الأب والأم طيب إنت كنت فين يا عم وقت ما تسجل قال إن أنا كنت مسافر طيب إنت سجلت إزاي قالت يا جماعة أنا رحت أنا والراجل ده وسجلنا المولود في حضورنا إحنا الاتنين طيب إزاي يا عم سجلت المولود ده بعد أربع شهور بيكتشفوا كان الراجل ده متجوز الست دي قبل الفرح بفترة كان متجوزها عادي خالص وحصل خلافات كتير ما بينهم وبعد ما حصلت خلافات ما بينهم انفصلوا كل واحد راح لحاله ولكن بعد كده الراجل حب يرجع لعروسته تاني فأهل البنت اشترتوا يعني أمام الجميع إنه يعمل لها فرح كبير جدا قدام كل الناس لو عايز يرجع لها مرة تانية تمام يا عم يرجع لعروستك واعمل فرح كبير جدا طيب قبل الدخلة دي وأثناء فترة الخطوبة مفروض إن البنت دي لو خلفت بعد الدخلة بأربع شهور بس واد مسلوق يعني مفروض إن الخمس شهور اللي قبلها فيما قبل الزواج إن البنت دي إنت داخل خارج قاعد ماسك الإيد مسبل شوية دخلة عليك بطبق كنافة وبسبوسة وعصير منجة إنه إنتوا الاتنين قاعدين مع بعض نسكين الموبايلات وهي بتسمعها الغنوة الحمائي وإنت بتسمعها غنوة لشرين طيب الزكريات والكلام الحلوة اللي بتتم ما بينكم إيد بتتسحب كده يعني وتخطف لمسة طيب أثناء الفترة دي كلها ما اكتشفتش حضرتك إنه عروسة المستقبل وحبيبة الحاضر في بطنها بيبي وعنده تلات شهور وأربع شهور وخمس شهور وطبعا كل الستات عارفين حتى كمان كل الرجالة إنه خمس شهور يعني باين الدنيا شكلها إيه يعني مش هتقولك يعني إن أنا دبها محش كرومبو عد انتفاخ يعني أكيد الموضوع باين طيب الموضوع بقى في نهايته علشان ما طولش على حضراتكم كان كالتالي إنه باعترافات البنت إنه قبل الجواز بفترة وأثناء فترة الخلافات اللي كانت ما بينه وما بين أسرتها حصل علاقة ما بينها وما بين خطبها ما بينها وما بين الراجل ده علاقة علاقة الأزواج استمرت العلاقة دي لمرة واثنين وتلات مرات وبعد ما حصل التلات مرات علاقة دول راحت قالت للراجل ده أنا حامل هو في الفترة دي فرح جدا وكان طاير من الفرحة وقال لها الموضوع ده يعني مش فارق معايا أنت بتاعتي وأنا بتاعك والمولود ده ابننا وخلاص هنخلص الإجراءات وما تقلقيش وبكرا نتجوز والدنيا كانت معاه بيس وزي الفل الراجل ما أفاش ولا قال أي حاجة خلصت الخلافات اللي ما بينه وما بين أهلها واستقروا في النهاية على أنه هما يتجوزوا بعد ما تجوزوا كان الحمل مستمر وبعد ما عدت الأربع شهور البنت راحت بشكل طبيعي جدا لغاية أهلها وخلفت هناك وأهلها عارفين أنه ده أبو الولد وأنه العلاقة تمت ما بينها وما بينه خلاص فالموضوع ماشي بشكل طبيعي هو أخذ مراته من بعد ما ولدت وراح بنفسه كتب المولود باسمه وخلاص برضو ما فيش مشاكل الدنيا ماشية وما فيش أي حد عنده تحفظ على حاجة إلا أنه بعد ما الست دي خلفت حصل خلافات ما بين الراجل وما بين مراته حصل خلافات ما بين طرف الزوج وما بين طرف الزوجة كانت نتيجتها أن الزوجة ثابت الراجل ده وراحت قعدت عند أهلها تفاصيل الخلاف أيا كانت طبيعتها خلاف على أن تعودي عندي أو تعودي عند أهلك لأ عايز أروح أولد عند ماما لأ أنا مباطئ شمك لأ أنا مباطئ شمك حصل شوية تفاصيل كده كانت نتيجتها أنه الخلاف اشتد ما بين الاتنين يقوم الراجل المحترم بقى بدل ميداري على العملة اللي عملها فيما قبل الزواج يفضح نفسه ويفضح الدنيا ويروح يبلغ أنه المولود ده مش ابنه وأن الست دي كتبت المولود ده من وراه ويرفع عليها قضية طيب يا عمنا أنت مجاش في دماغك مجاش في بالك أن في حاجة موجودة النهاردة في التطور الطبي اللي عامل طفرة كبيرة جدا في الحياة هي اسمه تحليل دي ان ايه تحليل الحمض الوراثي ما هو بطبيعة الحال لما ترفع محضر هيخدوك انت والطفل ويروحوا لغاية المعمل ويحللوا إذا كان الطفل ده ابنك ولا لأ وبالفعل هو ده الإجراء اللي تم يعني هو تم تحويل الراجل والطفل إلى المعمل علشان يتم تحليل الحمض الوراثي ليه لازم نتذكر دايما أنه في مساحة ما بيننا وما بين الآخر الخلاف اللي حصل ده ممكن يخلص وممكن ينتهي ولكن اللي مش ممكن يتنسي الكلام اللي بيتقال أثناء الخلاف علشان كده دايما لو انت موجود في مكان وحاسس ان انت منفعل ولسانك هيغلط ابعد من المكان ده لو انت قاعد قوم لو انت واقف قعد لازم تغير مكانك لازم تغير الطاقة السلبية اللي جواك علشان بعد كده ما تعملش كلمة أو تصرف أو إجراء صعب جدا ان انت تتسامح عليه بعد كده ما يبقاش المشاكل اللي ما بيننا مقفولة وداخل الجدران واحنا اللي نخرجها خارج الجدران وخارج البيوت ونفضح نفسنا ودائما بفكركم وبفكر نفسي أحبب حبيبك هوما ما عسى أن يكون عدوك يوما ما واكره عدوك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر